في حالة أن أمريكا بالفعل وجهت ضربة لإيران إزاي ممكن يأثر على الدول العربية الأخرى؟ أولا داخليا جوا إيران حيوحد المجتمع بفرض أن لسه في بقايا للاختلاف الأديم اللي كان موجود بين المرشحين الرئاسة لأن لما الدولة بتنضرب ما ينفعش واحد يقول أن أنا بساند الغريب على أخويا جوا البلد ودي على فكرة من ضمن الحسابات الأمريكية أيضا إنه إذا كانوا عايزين يعملوا انشقاق داخلي فالضربة هتوحد إثنين، الضربة دي حيبقى حجمها قد إيه والأثر اللي حتسيبه في إيران قد إيه الأول قبل ما نعرف إذا كانت ضربة بسيطة ولم تؤثر فما أعتقدش إنه حيبقى رد الفعل الإيراني عنيف ولكن إذا وصلت لمستوى معين أعتقد إن إيران حتبقى مطالبة بالرد والرد ده هيكون إقليميا في القواعد الأمريكية وزي ما قلنا قبل كده إثارة القلاق عن طريق الجماعات الشعرية اللي ممكن تبقى موالية لها في هذه المناطق أو متعاطفة معاها وعن طريق كمان تسريب أسلحة للعراق ولأفغانستان ويعني هتبدأ تتحرك في إطار الرد على العدوان ده بالشكل الملائم مش بالضرورة هتهاجم إسرائيل من أول يوم مش بالضرورة هتهاجم إسرائيل وأنا بتخيل إن إسرائيل لو هجمت مش هتهاجم يعني أنا معتقدش إن أولاد المتحدة محتاج إسرائيل عشان تضرب إيران يعني ولكن لنا تخيل إن الإسرائيليين حيشاركوا فيبقوا منها الغباء لو استخدموا طائرات إسرائيلية ولكن حيركبوا طائرات عليها العلامة الأمريكية ونص الإسرائيليين عندهم جنسية أمريكاني وجنسية إسرائيلي فمش مشكلة يعني لما يحطوا باسبور أمريكي في جيبه ساعتها عشان لو وقعوا على حاجة ما يبقاش إسرائيلي إنما المواجهة المباشرة إسرائيل إيران يعني غباء سياسي وما أعتقدش إن الإسرائيليين يعني بهذا الغباء وإن كانوا بصرفوا بغباء في خضايا أخرى طب إيران أمريكا هل هيكون في تأثير على دور الخليج؟ الخليج دلوقتي هو مقسوم بين إيران وأمريكا أمريكا متواجدة عسكريا وإيران متواجدة عبر الشيعة وعبر نفوذ وعبر قضايا أخرى وكثير من دول الخليج حتى من تجاهر يعني علنا برفض اللي ما يحدث في إيران أو يعني تهاجم إيران يعني عندها علاقات وطيدة وعميقة واستثمارات مع إيران وهم يدركون يعني المخاطر الدخول في مواجهة مع يعني كيان كبير وقوي زي إيران أكيد أمريكا زي ما حدثك قلت في الأول دايما بتخلق المبررات عشان تقدر يعني تنفذ نواياها تمام إيران بتأكد إنها ما عندهاش سلاح نووي وهو ده كان مبرر أمريكا في نفس الوقت وكالة الدولية للطاقة الزرية أصدرت تقرير ده صدر مؤخرا بيودين في إيران ردا عليه إيران قالت التقرير ده مزيف يعني يعني نصدق أنهي طرف والله حول حولتك حاجة واحد المنظمة الدولية اللي هي التقرير اسمها إيه لا ما علينا المهم يعني هذا الكيان الدولي اسمه تايح عني دلوقتي الرسمي هو كيان تابع لأمم المتحدة والأمم المتحدة تسطر عليه القوى الكبرى وهما اللي بيختاروا للشخص اللي هيبقى مسؤول عن هذا المكان فمن الوارد من الوارد هما يستغلوه لإصدار قرارات معينة أو لتقارير معينة أو تبني مواقف معينة ولكن برضو يجب ألا ننسى شيء إذا كانت إيران قادرة إذا كانت إيران تملك القدرة على تصنيع سلاح نومي فمن المنطقي أن تصنعه أنا لو ما كانهم لازم أصنع إيه المشكلة لم يحدث في التاريخ أنه جمت دولة نووية فمن يملوك سلاح نووي دلوقتي ده بيحط نفسه في مصاف الدول القوية التي لا يجوز الاقتراب منها فأنا إذا كنت دولة عايز ألعب دول إقليمي كما يبدو من إيران وعايز ألعب دولة وزن ثقة الدولة كما يبدو من إيران بلا سنين طويلة وعندي قدرة لأنني أعمل سلاح نووي سلاح نووي إذن من البلاها السياسية أن أنا ما صناش هذا السلاح طبعا ده حيعمل لنا إحنا مشاكل بقى في الدول العربية مش هعمل لأمريكا يعمل لنا إحنا لأن لما إيران يبقى عندها السلاح نووي الناس فهم أن السلاح نووي ده حيبقى ضد إسرائيل لا ده حيبقى ضد العرب مش ضد إسرائيل والناس فهم لأنها برضو وعيها السياسي محدود إن إيران دولة إسلامية وإحنا دولة إسلامية أو دولة إسلامية فإحنا هنوغف جنب بعض ضد إسرائيل صحيحة البعض بيتخيلوا إنه في صالح الدول العربية لا يا صديق العزيز مع الأهل مسلمين والزمالك مسلمين وبننزل نلعب الماتش وأنا عايز يكسب وهو عايز يكسب وأنا بجيب فريق وهو بيجيب فريق وأنا بجيب مدرب وهو بيجيب مدرب المنافسة ملاح علاقة بالدين ليه علاقة بالمصالح وفي مسلمين زمان بعد الرسول بسنوات قليلة ومعروفة المواقع الشهيرة ما بين معاوية وعلي وخلافه والتنين مسلمين فإذن فكرة الصراع ما هيش مخالفة للدين وفكرة المصالح ما هيش مخالفة للدين فإذن ما تفتكرش إن السلاح نمو إيراني يحيب أسند للعرب لا دا حيجي فوق دماغنا سأسمح أنا حسن مكلام حديث يعني شايف ملف إيران ملف أكتر مفتعل مش ملف حقيقي موجود أظنه كذلك أكيد أستاذ سامح عبدالله نايف رئيس تحرير الأهرام بشكر حديث جدا ونورتنا أنا المبسوطة أني كنت معاكم مرسي حديث جدا بشكر كل المشاهدين تابعونا النهاردة بكرة إن شاء الله نشوفكم في يوم جديد وفريق عمل جديد نهاركم سعيد